موسيقى قدم مشروع البطل الأولمبي دعمه للرياضة المدرسية من خلال تكريم رياضي العاب القوى في تربية الرصافة خطوة أخرى جديدة على طريق تفعيل الرياضة المدرسية تلك التي أقدمت عليها تربية الرصافة عندما وجدت الفرصة سانحة لتكريم رياضيها الذين حصلوا على المراكز الأول وحصلوا أوسمة التفوق وسجلوا الأرقام القياسية برياضة ألعاب القوى في البطولات المحلية رصالة الأولى التي نعملها من خلال العمل الفردي بالساحة والميدان والألعاب القوى هذا أمر حقيقة تشكر عليه اللجنة الأولمبية تشكر عليه لجنة الخبراء لأنه ساهم حقيقة في موضوع مكافآت بسيطة أعطاها إلى اللاعبين واللاعبات الذين تميزوا في هذه البطولة وتحققت بعض الأرقام القياسية تكريم الأوائل في ألعاب القوى بينين بنات آخر بطولة اللي قامتها المديرية العامة في هذا المنشط كما تعرفون أنه الرياضة المدرسية هي المنجم للمنتخبات والاتحادات المركزية ونحن اليوم من خلال تحقيق أرقام قياسية تربوية على مستوى الصعيد العربي والقطر فهذا ارتأى السيد المدير العام أحمد عبد عسل أن يتم تكريم هؤلاء اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات مشروع البطل الأولمبي لم يكن بعيدا عن هذا التكريم إذ قدم نفسه مساعدا ومتعاونا لتكون المحصلة في النهاية ازدهار للرياضة المدرسية بما يضعها تحت خدمة المنتخبات الوطنية والأنذية المحلية هذا التكريم جاء بالمناسبة حيث أن المدرسة هي منبع الأبطال والمفروض المدرسة أن تقوم بواجهة وتتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الرياضة العراقية الآن يعني تعاني كثيراً تعاني من الإهمال تعاني من الجهل تعاني من الفراغ تعاني من التشرذون هذا حافظ وإن شاء الله جاء لنا بطولة مع التربيات في تونس وإن شاء الله نشارك بها ونحصل على المراكز الأولى وأشكر الجهود التي بادرت في هذا الاحتفال تكريم المواهب الرياضية وإحنا إن شاء الله ما نقصر إحنا إن شاء الله متواصلين المكرمون وجدوا أن هذا التكريم يدفع بهم لتقديم الأفضل في المشاركات المقبلة سيما وهم يقفون على أعتاب المشاركة الخارجية المهمة في البطولة المدرسية التي ستقام في تونس عدي حاتم العراقية الرياضية